بسم الله الرحمن الرحيم وعلى نعامه الجلية ومنانه الخفية ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمد الرسول هو عبده وصفوته من خلقه صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه أجمعين اللهم هيئ لنا الخير وأعزم لنا على الرشد وآتنا من لدنك رحمة واكتب لنا السلامة في الرأي وجنبنا فتنة الشيطان أن يقوى بها فنضعف أو نضعف لها فيقوى وعصمنا يا مولانا أن تكون آراؤنا في الحق البين بمنزلة الليل من نهاره أو تنزل ظنوننا من اليقين النير منزلة الدخان من ناره نسألك بوجهك ونتوسل إليك بحمدك ونتوجه إليك ونسعى نحوك ونجاهد نفوسنا في طاعتك ونركب الصراط السوية الذي نهجته لنا إلى مرضاتك فأعن ربي بقوتك واهدنا بعزتك وعصمنا بقدرتك وبلغنا الدرجات العليا برحمتك والسعادة القصوى بجودك ورأفتك اللهم أهدنا لأحسن الأخلاق فإنه لا يهدي لأحسنها إلا أنت واصرف عنا سيئها فإنه لا يصرف عنا سيئها إلا أنت اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكربنا بنور الفهم وافتح لنا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين إنك على ما تشاء قدير وبالإجابة جدير أما بعد فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ثم إن هذا هو المجلس الثامن من مجالس شرح كتاب أدب الدين والدنيا للقاضي أبي الحسن الموردي باب أدب النفس وفي هذا المجلس إن شاء الله سنتكلم ونتناول بالشرح والتفصيل فصلاً مهماً من فصول أدب الرياضة والاستصلاح كما سماها هو وكما نعبر عنها نحن في مصطلحنا المعاصر التربية والتعليم هذا الفصل هو أدب الحياء أدب الحياء وكأن بالمورد عندما يتبع فصل حسن الخلق بفصل أدب الحياء وكأنه يرمز إلى أن هذا الحياء هو من أجل الأخلاق وأولى الأخلاق بأن يكون تابعاً ونابعاً من حسن الخلق فلا دين لمن لا حياء له كلمة الحياء نريد أن نحرر معناها لأنها تختلط بأمور في حياتنا ربما نقول هي من الحياء لكنها في الحقيقة ليست من الحياء في شيء لأن الحياء الشرعي وهو الذي نتكلم عنه أي الحياء الذي يثاب عليه الإنسان له ضابط فليس كل إنسان خجولاً يعني ننعته بأن عنده حياء ونعني به الحياء الديني سنفصل هذه المسألة الحياء في مجموعه وفي مجمله عرفوه بأنه قباض النفس من شيء وتركه حذراً من اللوم فيه يعني أن يقدم الإنسان على شيء فيخشى أن يلام إذا فعله فيحصل عنده قباض في النفس فيتراجع فلا يفعله أيما كان الحياء بهذا التعريف خير كله لا شر فيه لكننا نريد الحياء الذي نثاب عليه ونأخذ عليه درجات نريد الحياء الذي جعله النبي صلى الله عليه وسلم شعبة من شعب الإيمان نريد الحياء الذي يستحيي فيه الإنسان من ربه حق الحياء فيحقق هذه الفضيلة في المجتمع وفي نفس الوقت يكتسب من ورائها درجات وحسنات ولذلك قسم الحياء إلى قسميني قالوا قسم غريزي يعني هو في طبع الإنسان وفي جبلته وفي سجيته أن يكون عنده حياء من بعض الأشياء فمثلا أعزكم الله لا يستطيع الإنسان أن يجترئ ويذهب إلى الشارع مثلا ويقضي حاجته أمام الناس ولا أن يفعل شيئا مخلا أمام الناس فهذا حياء غريزي في طبع الإنسان وقد يقال له الحياء النفساني ومع هذا يعتبر هذا اللون من الحياء وإن كان الإنسان يفعله بطبيعته يعتبر محققا ما يحققه الحياء النابع من الإيمان لكن الإنسان لا يكتسب عليها حسنات لأنه إن فعل هذا فيفعله بدافع من نفسه ولا ينوي فيه مثلا أنه يرضي فيه ربه وأنه يجعله دينا لأن الإنسان يستطيع أن يحيل كل شيء إلى عباده باب العبادة مفتوح كل شيء في هذه الحياة تستطيع أن تحيله إلى عباده يكون عملا عادي عملا مباحا شيئا معتادا ورغم هذا تكسب عليه حسنات وحسنات بشيء بسيط جدا النية النية أن تنوي وأنت تفعل هذا المباح أنك تفعله لأجل الله فإذا كنت خجولا بطبيعتك إنه في داخلك أن خجلك هذا من فعل الأشياء التي تعب إنما هو حياء من الله تأخذ عليه حسنات بل ما هو أيصر من هذا وأنت تشرب الماء شرب الماء شيء عادي لكنك لو نويت وأنت تشرب الماء أنك تنوي به التقوي على العيش ليكون معينا لك على بذل الخير والمعروف والبر وأن ترضي بحياتك ربك أنت بذلك جعلت هذه العادة البسيطة عبادة وتأخذ عليها حسنات هكذا وأنت تطعم وأنت تشرب وأنت تمشي وأنت تتكلم وأنت تفعل كل المباح تستطيع أن تجعله عبادة وتأخذ عليه بمجرد النية عدل النية بدل أن يكون شيئا عاديا في حياتك وطبعا من طباعك إنه فيه أن يكون طاعة لله ومرضاة ومرضاة الله وعلى هذا فكل إنسان طبع وجبل على لون من الحياء والناس في هذا يتفاوتون هذا إنسان فيه خير ويستطيع أن ينمي نفسه وأن يجعل هذا الحياء الجبلية الموجودة فيه وسيلة قرب إلى الله فينال بهذه الدرجات يقول عمر من استحيا اختفى ومن اختفى اتقى ومن اتقى وقى يعني الإنسان إذا خجل من شيء معيب لن يفعله أبدا أمام الناس حتى حتى لا يظهر أمامهم بهذا العيب طيب هذا يكون بعد ذلك وسيلة إلى الترقي بدل أن كان يفعله من أجل الناس لا لأن يجعله تقوى لله فيقيه الله عز وجل شر شر عذاب النار وفيه يقول أحد التابعين يقول تركت الذنوب حياء أربعين سنة ثم أدركني الورع يعني وترك الذنوب خجلا منها ولا يحب أن يظهر أمام الناس بأنه إنسان فاسق إنسان عاصي إنسان معوج الطباع ولم تكن فيه نية لله بعد أربعين سنة طيب لماذا لا يكون هذا يعني سبيل قرب إلى الله فلما نوى هذا أصبح من الورعين لأنه تخلق بهذا الخلق العظيم ويقول أحدهم رأيت المعاصي نذالة يعني خسيسة فتركتها مرؤة فتركتها مرؤة فاستحالت ديانة يعني أنا تركت المعاصي لأن فيها خسة لا تريق بي وأنا أريد أن أظهر أمام الناس أنني إنسان مهيب بعد ذلك بعد ذلك عدلت النية فأصبحت دينا الشاهد أن الإنسان يمكن بتعديل النية فقط أن يجعل العادة عباده وأن يحصل عليها الحسنات طيب في إنسان ليس في طبعه أن يكون حييا هو جريء وعاش حياته في جرأة لكن شاء الله له أن يكون ملتزما هذا يستطيع أن يكتسب الحياة كما يستطيع أن يكتسب أي خلق فالأخلاق طريقها وسبيلها التدريب أن يدرب الإنسان ونفسه على أي خلق من الأخلاق سيصير بعد ذلك بالنسبة له عادة وسجية وطبعا كما يقول الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم إنما إنما العلم بالتعلم وإنما الحلم بالتحلم وفي رواية وإنما الصبر بالتصبر العلم بالتعلم ما في إنسان خرج من بطن أمه يعلم شيئا والله أخرجكم من بطن أمهاتكم لا تعلمون شيئا ثم بعد ذلك يتدرج الإنسان في مراحل التعليم منذ الطفولة إلى وقت أن ينتهي من دراساته فيصير متعلمة فاكتسب العلم بعد أن لم يكن يعلم شيئا هكذا الأخلاق قال الرسول صلى الله عليه وسلم وإنما الحلم بالتحلم يقول أنا لست حليما أنا غضوب طبعي هذا صعب عود نفسك على الحلم تكون حليما وكان الأحنف ابن قيس شيخ من شيوخ العرب اشتهر بالحلم أنه رجل حليم جدا لا يغضبه شيء حتى ظنوا أن هذا الرجل يعني فيه طبع ليس في طبيعة كل الناس فقال نعم لما سألوه يعني كيف يعني مستواك هذا من الحلم قال والله إني أشعر بما تشعرون به لكنني صبور صبور يعني يصبر على الأذى يصبر على الغضب حتى يعني صار لا يستفز حتى صار لا يستفز لا يستفز من أي شيء لا يستفز من أي شيء قد يتألم في داخله لكنه يسيطر يعني هذا إنسان استطاع أن يحكم أمور نفسه أصبح هو المسيطر على النفس وليس الغضب هو المسيطر عليه وليس سوء الخلق هو المسيطر عليه هذا اللون من الحياء الذي يدرب الإنسان فيه نفسه يسمى الحياء الاكتسابي أو الحياء الإيماني يعني أنا عملته بدافعا من إيماني وقاومت رغبات نفسي لأن النفس كما اتفقنا من قبل لتدعو الإنسان إلى الرداء وتدعوه عادة إلى ما يضره لا إلى ما ينفعه وتأمره بالسوء دائما إن النفس لأمارة بالسوء كما قال الله تعالى فهذا الإنسان الذي يقاوم نفسه ويدربها مرة بعد مرة يفعل هذا حتى يمنى الله عز وجل عليه بأن يجعل أمره مع الحياء شيئا جبليا طبعيا وكأنه مفطور عليه الحياء الذي نقصده هو الحياء الذي يجعل الإنسان يمتنع عن فعل القبائح والمعاصي لأجل الله طب إنسان يمنعه ما يسمى عندنا الآن الحياء عن أن يفعل شيئا واجبا هل هذا حياء؟ يعني مثلا رأى بعض الناس يرتكبون منكرا لا ينهاهم عنه يقول عندي حياء خجلت منهم وإن كان في موقف ينبغي فيه أن يأمر بمعروف لا يأمر بمعروف ويقول أنني أستحي أن أفعل هذا في الحقيقة هذا ليس حياء وإنما هو خجل هو خجل وليس حياء لأن من أوصافه صلى الله عليه وسلم أنه كان أشد حياء من العذراء في خدرها حياءه كان شديدا أشد من حياء البنت الكبر البكر التي تخجل من كل شيء كان الرسول أشد حياء منها لكن حياءه هذا هل منعه من أمر بمعروف؟ من نهيا عن منكر؟ من تعليم الناس؟ من مواجهة كل شر يراه أمامه بما يستحقه؟ لا بل الحياء في هذا أن تأمر وأن تنهى وأن تقاوم الشر الذي أمامك حتى تنتزعه لأن هذا هو دعب المصلحين ولما أقول المصلحين هنا أعمم ليشمل المرسلين والأنبياء ومن ساروا على ضربهم من العلماء والوعاض والعباد وأصحاب الرؤى الاجتماعية دورهم أن يقاوم الشرور الموجودة أمامهم وأن يزرعوا في الناس الخير بدل هذا الشر ثم يتناول الإمام الموردي شيئاً مهماً فيما يمكن أن يعبر عنه بسيمة أهل الحياء يعني علامات أهل الحياء يبرز لنا أن الخير عموماً والشر هما معاني كامنة في النفس لكن في وجه كل إنسان ما يدل عليها إن كان من أهل الخير يظهر في وجهه ما يدل على أنه من أهل الخير وإن كان من أهل الشر يظهر في وجهه ما يدل على أنه من أهل الشر فإن كان من أهل الحياء يظهر على وجهه وإن لم يكن أيضاً يظهر على وجهه أعتقد هذا شيء نحن نمارسه ونراه ونطلع عليه في حياتنا لكن هذا الرجل التربوي فينظر له واستذل بقول العرب في أمثالها تخبر عن مجهوله مرآته تخبر عن مجهوله مرآته يعني منظره يخبر عن مخبره يعني عن جوهره وباطنه وساق قول الشاعر لا تسأل المرء عن خلائقه في وجهه شاهد من الخبر فلأهل الخير ضياء ولألاء يظهر على وجوههم ولأهل الشر ظلام وكآبة تنظر على يعني تطل على وجوههم وكفى بالحياء خيراً أن يكون دليلاً على الخير الإنسان الحيي تفهم من طبعه هذا أنه خير قلنا حتى لو لم يفعل هذا الحياء إيماناً هو في كل الحياء خير لكن فقط نحن ندعوه أن يعدل وأن يجعل نيته في حيائه بأنه لأجل الله قال وَكَفَى بِالْقِحَةِ وَالْبَذَاءِ الْقِحَةِ يعني الْوَقَاحَةِ يعني وَكَفَى بِالْقِحَةِ وَالْبَذَاءِ شَرًّا أن يكون إلى الشر سبيلاً ولذلك قال الله عز وجل وَلِبَاسُ التَّقْوَى ذَلِكَ خَيْرًا جَعَلَ التَّقْوَى هنا كأنها لباسٌ يرتديه الإنسان ويتزيَّى ويتزيَّن به فكما أن الإنسان يحب أن يكون منظره حسنًا وثوبه حسنًا وإطلالته حسنًا فليكن تزيِّيه بلباس التَّقْوَى مُقَدَّمًا عنده على كل لباس فإنه يزيِّنه في عيون الناس وقبل ذلك يزيِّنه في عيون ربه وفي عين نفسه أيضًا لأن دائمًا الإنسان يقيم نفسه من خلال هذه المعايير الثلاث أولًا أن يبتغي بما يفعل مرضات الله ثانيًا أن يبتغي بذلك أن يكون كبيرًا في عين نفسه ثالثًا أن يكون كبيرًا في عيون الناس إذا فعل هذا يكون قد نال يعني أو فاز في كل المعايير وفي كل الموازين معنى كلام المورد في مسألة أن كل إنسان يدل عليه ظاهره وأن مرآته تدل على مخبره ما يُعرف بالفراسة وفيها الحديث اتقوا فراسة المؤمن فإنه يرى بنور الله وليس كل إنسان يستطيع أن يفرز الناس وطباع الناس وأخلاق الناس من رؤيته فقط لقسمات وجوههم وإنما يجب أن يكون إنسانًا أو ينبغي أن يكون إنسانًا مستضيئًا بنور الله عز وجل في كشف هذا قالوا عن الفراسة هذه هي خلق أو شيء يستدل به من خلق الإنسان على خلقه يعني من منظره هكذا طبعا هذا بالنسبة لمن أقول لمن أفاض الله عز وجل عليه بشيء من النور الكاشف وليس كل إنسان وفيها نوع يعرف بالتجربة يعني ممكن الإنسان يكون صاحب فراسة من ماذا؟ من خلال التجارب التي تمر به وعليه ونوع وهو المقصود إنما يعرف بالكشف الرباني والنور الرباني الذي يمن الله عز وجل به على بعض عباده وقد اشتهر بذلك كثير من الصحابة رضي الله عنه منهم عمر عمر الذي قال فيه النبي صلى الله عليه وسلم إن في هذه الأمة ملهمين فإن يكون أحد فعمر عمر كان يحدث نفسه بالشيء لأنه صاحب إخلاص يحدث في داخله يتحدث في نفسه بشيء أو عندما يستشار الأصحاب في أمر ما فيقذف الله عز وجل في قلبه رأيا ما فينزل القرآن الكريم موافقا لرأي عمر هذا موضوع كبير وكنا في المنتدى الإسلامي المبارك يعني أقمنا دورة كاملة حول موافقات عمر 12 حلقة في موافقات عمر ويروى أن رجلا دخل على عثمان ذي النورين وعثمان هذا كان مشهورا بالحياء بجانب الكرم الذي كان موجودا فيه عثمان يوصف ذو النورين بشدة الحياء ومن شدة حيائه كانت الملائكة تستحي منه ففي فراسته دخل رجل عليه وكان قبل أن يدخل عليه قد رأى مرأة فأعجبته فوقعت في قلبه نظر إليها نظر مطولة ووقعت في قلبه فبعد أن دخل على عثمان قال عثمان رضي الله عنه أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا أيدخل علي أحدكم وفي عينيه أثر الزنا فكأنه التقط أن هاتين العينين إنما وقعت في خطيئة النظر والنظر المحرم قد يسمى لغة زنا وإن كان في لسان النبي صلى الله عليه أطلق عليه هذا عندما قال كتب على ابن آدم حظه من الزنا فالعينان تزنيان وزناهما النظر والأذنان تزنيان وزناهما السمع والرجلان تزنيان وزناهما المشي ثم الفرج بعد ذلك يصدق ذلك كله أو يكذبه لأن كل هذه الأشياء هي بريد إلى الزنا وسيلة وسائل تؤدي إليه فلذلك أطلق عثمان رضي الله عنه على هذه النظرة المحرمة زنا كما أطلقها النبي صلى الله عليه وسلم في حديثه الذي سقته ثم يسوق لنا المورد جزء يعني أنماطا من الكلام النبوي ومن الحكم المجربة ومن الأشعار المأثورة حول قيمة الحياء وفضله فيتناولوا حديث النبي صلى الله عليه وسلم إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت إذا لم تستحي فاصنع ما شئت يعني الذي يضبط أخلاق الناس وتصرفات الناس هو هذا الخلق خلق الحياء وإن الذي يبادر إلى المعاصي ويجاهر بها ولا يشعر بشيء من الندم ولا بوخز الضمير إنما هو إنسان ألقى جلباب الحياء عن وجهه ولم يتخلق بهذا الخلق الكريم فهان في نظره كل شيء يفعل أكبر المنكرات أمام الناس ولا يهابهم عندما يفعل هذا يقول النبي إذا لم تستحي فاصنع ما شئت فلا شك أن الحياء ستار والحيي لا يكشف للناس سترة ولذلك قالوا من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه من كساه الحياء ثوبه لم يرى الناس عيبه لأنه يخجل ويستحي من الناس أن يظهر أمامهم بمظهر السوء وفي هذا قال القائل إذا لم تخش عاقبة الليالي ولم تستحي فاصنع ما تشاء فلا والله ما في العيش خير ولا الدنيا إذا ذهب الحياء يعيش المرء ما استحيى بخير ويبقى العود ما بقي اللحاء بعض الأصحاب الأفهام السطحية السقيمة كأنهم فاهموا من قول النبي صلى الله إذا لم تستحي فاصنع ما شئت أنه في إباحة أن يصنع الإنسان ما يشاء إذا لم يكن متخلقا بخلق الحياء لكن هذا أسلوب ردعي وليس أسلوب لإباحة هذا فكأن النبي هنا نهى عن الحياء بصورة أشد مما لو قال لا تترك الحياء يعني أنت خلعت جلباب الحياء عن بدنك وألقيت برقع الحياء عن وجهك خلاص خير فيك إذا فاصنع ما تشاء فلن تنال خيرا أبدا ثم ينخل لنا قول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعب أو في رواية بضع وسبعون البضع من ثلاثة إلى تسعين والحياء شعبة من شعب الإيمان لأن هذا الإيمان درجات والإيمان يعتمد على العمل وعلى الخلق الكريم الإيمان ليس فقط اعتقادا في القلب لأن اعتقاد القلب إنما تصدقه الأعمال أو تكذبه ومن ثم نجد القرآن الكريم عندما يتكلم عن الذين آمنوا لا يكتفي بمجرد الإخبار عنهم بأنهم آمنوا وإنما يقول آمنوا وعملوا الصالحات آمنوا وعملوا الصالحات أنا مؤمن ما حقيقة إيمانك لكل دعوة دليل ولكل حق حقيقة فما حقيقة إيمانك العمل إذا أنت لم تعمل يا أيها المؤمن بمقتضيات الإيمان فبأي شيء يستدل على إيمانك فلما يقول النبي صلى الله عليه وسلم الإيمان بضع وستون شعبة والحياء شعبة من شعب الإيمان إذن هو درجة ودرجة أظمى من درجات الإيمان لكن يجب أن لا يمنع الحياء الإنسان عن الواجبات وأن لا يصرفه عن الفرائض واللوازن فالإنسان الحيي مثلاً إذا كان عالماً ينبغي أن يواجه الناس بعلمه وأن لا يخجل منهم والذي عنده سؤال في الدين يجب أن يسأل عنه وأن لا يخجل مهما كانت حساسية هذا السؤال كانت الصحابيات تقصد النبي صلى الله عليه وسلم ويسألنه عن أدق خصوصيات المرأة أدق الخصوصيات عن الاغتسال عن كيفية الطهارة من الحيض والنفاس والنبي صلى الله عليه وسلم يشرح لهم ورغم أننا وصفناه بأنه كان أشد حياء من العذراء في خدرية لكن هذا الإحجام عن بيان الواجب بأدق التفاصيل حتى لا يقع الإنسان في قطأ هو نفسه حياء فإذا منعك ما يسمى حياءً عن هذا الواجب فالأولى أن يسمى شيئًا آخر بدل أن يسمى حياءً ثم إن الحياء أقسام حياءٌ من الله حياءٌ من الناس حياءٌ من النفس أما المقصود بالحياء من الله عز وجل فهو فعل طاعاته واجتناب مناهيه يعني أصلي هذا من حياء من الله أزكي أصوم أحج أمر بالمعروف أنهى عن المنكر أمشي في المعروف بين الناس وبالخير وبالبر هذا حياءٌ من الله فالحياء هو عمل ليس مجرد فقط هو شعور النفسان يشعر به الإنسان لأنك عندما تطيع الله أنت تخجل من ربك بأنه أنعم عليك وأنت لا توفيه حقه أو شيء لن نوفيه حقه شيئًا من حقه لأنه مهما قدمنا من طاعات ومهما كان إخلاصها هيا فلنقص ما نقدمه مقابل نعمة واحدة من نعم الله علينا كيف تكون عفان الله وإياكم إذا مرض الإنسان في جزء من جسده انظر كيف تساوي عنده الدنيا لا شيء لا شيء فقد أنعم الله عليك من نعمة البصر ونعمة السمع ونعمة العقل ونعمة الحاركة كل واحدة منها نعمة مستقلة ولذلك قال سبحانه وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها هي نعمة واحدة لكن في داخل كل نعمة نعمة وإن تعدوا نعمة الله نعمة واحدة لا تحصوها نعم النعمة الوحدة تعد هي واحدة لأن في داخلها نعما كثيرا فمهما قدم الإنسان في حق ربه ماذا سيقدم قيل لهارون الرشيد وهو يومئذ خليفة المسلمين الذي ملك الأرض شرقا وغربا يا أيها الخليفة لو أنك كنت في صحراء ولم تجد ماء فأقبل عليك من معه كأس من الماء فكم تدفع حتى تحصل على هذا الكأس قال أدفع نصف ملكي نصف الخليفة فأدفع في سبيل أن أشرب كأس الماء هذا قال فإن شربته وبقي في جوفك لم تستطع إخراجه أفنا الله إياكم عندما يصاب الإنسان بحبسة البولة هذه ما أصعبها قال فإن شربته وبقي في جوفك ولم تستطع إخراجه كم تدفع لأجل إخراجه قال أدفع نصف ملكي فقال الرجل الحكيم تبا لملك لا يساوي كأس ماء دخولا وإخراجه يعني دفع ملكي كل هذه الخلافة الطويلة العريضة شرقا وغربا فقط تساوي كأس ماء تشربه أو وتخرجه فتبا لملكي لهذا لأنه يريد أن يصل به إلى أن الملك الحظيم والرضا العالي إنما هو في الإقبال على الله وفي طاعة الله هذه الجنة التي يشعر بها الإنسان في داخله وكان إبراهيم بن أدهم وهو كان أميرا وابن أمير لكنه سلك طريق الزهد لما زهد في الدنيا كان يمسك بكسرة خبز يابسة ويضعها في نهر الفرات أو دجلة لا أذكر يغمسها ثم يأكلها ويقول والله إننا لفي نعمة لو اطلع عليها الملوك لا جالدون عليها بالسيوف يعني رجل لا يملك إلا كسرة خبز ناشفة يابسها كذا يبلها في الماء يغمسها في الماء ليأكلها ويقول إن في نعمة عظيمة إذن السعادة والنعيم إنما هو شيء ينبع ينبع من داخل من داخل النفس الإنسانية وكان أحدهم أيضا يقول والله ليس بيني وبين الملوك إلا يوم واحد فرق بيني وبين أغنى الناس في الدنيا وأملك الناس هو يوم واحد كيف خلاله وكيف قال لأن الزمن هو ماذا يوم قد مضى فلا أشعر بمرارته ولا يشعرون بحلاوته إذا كنت أمس لم أجد طعاما إلا طعاما خفيفا وأكلته أو أكلته أشهد طعام بالأمس ما قيمته اليوم لن أشعر به انتهى انتهت لذته وانتهت مرارته إن كان شهيا انتهت لذته وان كان غير شهيا انتهت مرارته قال لأن أمسي لأن أمسي لا يشعرون بلذته ولا أشعر بمرارته قال وأما غدا اليوم المقبل فأنا وهم فيه على وجل كلنا نخاف كل إنسان يخاف من الغد ما الذي سأحصل فيه خشة أن تنقلب عليه الأمو وتدور عليه الدنيا الصحيح يصير مريض الغني يصير فقير كذا وأنا كفقير أخشى أن لا أجد مثلا طعاما في الغد إذن اليوم الذي بيني وبينه وماذا وهذا اليوم الذي أعيشه اليوم الذي نحن فيه هذا يعني كلام المجربين كلام الحكماء الذين وقفوا على حقيقة الدنيا إن شاء الله في المحاضرة المقبلة نستهل مسألة تقسيم الحياء وما يترتب عليه ونسأل الله عز وجل أن يجعلنا وإياكم من الذين يستحيون منه حق الحياء وأن يجعلنا وإياكم من الذين يقولون فيعملون ويعملون فيخلصون ويخلصون فيقبلون وصلى الله وسلم وبرك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته ورحمة الله وبركاته